السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأحد 17 كانون الأول ديسمبر طبعا القمر اليوم موجود في الدلو ورح ينتقل في ساعة المساء لبرج الحوت يعني اليوم في عنا قلوب مسار القمر الآن موجود في برج الدلو ورح يظل موجود في برج الدلو حتى تمام الساعة 57 دقيقة مساء من مساء اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعديها لبرج الحوت ورح يظل موجود في برج الحوت لغاية الساعة 10 و46 دقيقة من مساء يوم الثلاثاء لا ينتقل بعديها لبرج الحمل القمر الآن موجود في منزلة الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 5 و12 دقيقة صباحا من صباح اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة القمر الآن بما أنه موجود في برج الدلو معناته كمان اليوم لغاية ساعة المساء نشعر أنه بحاجة ملحة للتغيير لأن الروتين بظل عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها بعضنا ممكن يرغب بالانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة بيميل الأشخاص من حولنا للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة أو تغيير مظهرنا مثل قصة شعر أو حتى ممكن شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا أو تجربة الطعمة جديدة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 22.53 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل لأخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتجعلنا سريعين التأثر عن دين غريبين الأطوار ممكن تعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو في العواطف وبرضو بتدفعنا لعلاقات عابرة وهذا الشيء ممكن يعرضنا للفرق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون هاي زاوية زاوية سلبية طبعا اليوم ذروتها الساعة ثلاثة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش تجعل البعض يعيش في أوهام من نسج خياله بعيد عن الواقع من ميل لتتبع أحلام ومشاريع خيالية تعرف حياتنا بعض التعقيد والفوضى والاضطراب ممكن نميل لحل مشاكلنا باللجوء للهروب من الواقع أو للكحوليات أو الأدوية أو المخدرات أو حتى أي شيء أهم شيء هروب من الواقع وبرضو ممكن نتعرضنا لتوعكات صحية غامضة بالنسبة لدوليا فهي بتدل على عدم الاستقرار على المستوى السياسي في حكومة ما أو مشاكل في القطاع البحري أو كل ما يتعلق بالسوائل أو حتى غرق بعض السفن أو البواخر وبرضو بتزيد من نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة أو التعرض لبعض الظواهر الطبيعية اللي هي الأمور البحرية بالذات كالفيضانات أو الطفان وربما يكون هناك تسرب للغاز أو حوادث تسمم جماعي وبرضو بدنا ننتبه الفترة هاي في يعني ارتفاع أسعار للنفط أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية رح تكون الساعة 12 و3 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل نصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 12 و3 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيج ورح يستمر لغاية الساعة 7 و57 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدانا فيه قبل خلو المسار الساعة 7 و57 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج القمر خلاص بنتقل وبيستقر في برج الحوت عشان هيك بتصير هاي الفترة بتلعب أو بيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهيمن ومنشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكم نكشف عن مشاكلنا للآخرين وبنجد صعوبة باتخاذ قرارات والبعض ممكن يتغرب من المسئولية أو من المواجهة والالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشلين واللي بيعانوا من مشاكل في العاطفة أو الحب بيديروا ظهورهم وبيضرفوا الدموع بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب المرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل في هذا الوقت ممكن أن نبدأ بعلاقة عاطفية أو حب جديد يمكن التأمل والصلاة والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر، الرسم، تصوير، زيارة المرضى، شراء الكاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و 31 دقيقة مساء بتوقيت جرينج من واجه مصاعب عرقية اللي بتطلب منها أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحدود بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسي اليوم اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وإذا شعرنا بشيء غير اعتياد راجع الطبيب وما مننصح بعملية جراحية كبرى لهاي الأعضاء طبعا بالبداية من الآن ولغاية ساعات المصاب المساء عندنا هاي المجموعة له بطة الساق والكاحل والساق وتر العنقوب عضلات الساعد هرمونات الغد الدرقية هاي الأكثر حساسية لغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء وما بعد بصير عندنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبارية الإندورفين وهو الهرمون المسكن للألام والميلاتونين لهو الهرمون المساعد على النوم هدولا بصيروا الأكثر حساسية طبعا بالنسبة لهذا اليوم ما بنصح بإجراء عمليات جراحية بفترة خلو المسار أو للأعضاء اللي ذكرناها باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش بفترة خلو المسار لا يصلح لإزالة شعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه استقر بده يستقر في برج الحوت في ساعات المساء معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثات تسعتاش اتناعش بيبدأ خلو المسار الساعة التسعة ودقيقتين مساء وبيستمر لغاية الساعة عشر أو ستة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره خمس أيام في تمام الساعة ثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بصير ست أيام نسبة الإضاءة ثلاثين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 22-12 منتحس الآن بنسبة أربعين في المية في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 50% القمر في الدلو بدين تقل الحوت زي ما حكينا ورح يضل في الحوت ليوم 19-12 منتحس بنسبة 25% الآن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 50% ساعات العصر منتحس بنسبة 25% أما ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 10% عطارد في الجدي بيتراجع حتى يوم 23-12 سعيد بنسبة 30% الزهرة في العقرب حتى يوم 29-12 منتحس بنسبة 40% المريخ في القوس حتى يوم 4-1 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات المساء منتحس بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت حتى يوم 27 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 25 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء بننشط بعلاقاتنا الاجتماعية وعلاقاتنا مع الأصدقاء وممكن يتوجه لنا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو نسعد من لقاء بعض المعارف برضو اليوم مناسب لاستغلال علاقاتنا أو طلب المساعدة من أحد المعارف لحل مسألة ما أما من ساعات المساء هنا بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم فبتكن تحاذروا من مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثناء التعامل مع الغير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيظل التركيز على العمل علاقاتنا مع المسؤولين والدفاع عن سمعتنا لغاية ساعات المساء فعشان هيك بتحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل بيظل الوقت مناسب لتقديم الطلبات أو البحث عن عمل جديد أو يعني مقابلات ولكن اليوم جيد إذا أتممت أعمالك أو وطدت علاقتك مع المسؤولين ولكن ما تخالف القوانين وما تشوه سمعتك أما من ساعات المساء هنا بتلتق الأصدقاء حاذروا من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن يتطور للأسوأ برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بيظل الجو مناسب لغاية ساعات المساء بالاتصالات والحوارات والتنقلات والعلاقات مع الأجانب وبرضو على المستوى العاطفي الأجواء ممتازة واللي بدي تقدم لا امتحان أو مقابلة بدي يستعد بشكل جيد وخصوصا في ساعات العصر وما بعد أما من ساعات المساء فبتك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل بتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية ولكن بتك تحاذروا من الاندفاع أو التهور برج السرطان بالنسبة لمعاليد برج السرطان بظل النشاط على المستوى الأموال المشتركة ممكن تهتم ببعض الفوتير أو الدفعات أو ترتيب وضع مالي معين أو مراجعة بنك ضريبة تأمين أو مطالبة بحقوقك الفترة هاي ممتازة لحل المساء المالية ولكن برضو الأمور العائلية بتضل إلها بعض التدخلات أما من ساعات المساء الأجواء بتصير إيجابية أكثر بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وبتصير الأجواء جيدة لتوطيد العلاقة مع أشخاص خارج البلاد ولكن بساعات المغرب لفترة خلوه المسار انتبهوا أثناء السفر لأنه ممكن تفقدوا أوراق أو أمتعة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما في برج الدلو فعشان هيك بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم أو توطيد العلاقة مع الشركاء أو مصالحة أو بعض الحلول ولكن بتظل طاقتكم ضعيفة فعشان هيك بدكوا تحذروا من المشاكل والعصبية وما بتثقوا بأي وعد يقطع لإلكم لغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء فهونا بتنهمكوا في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أبس لا داعي للمجازفات أو إهمال في العمل لأنه ممكن تتعرضوا لمشاكل في العمل وبرضو حاولوا أنه ما تغامروا بالأمور المالية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر الآن بده يبدأ في مراحل المقابلة فواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل حاولوا أنكم أتبادروا العمل الجديد تمموا الأعمال المهمة والضرورية اللي بين إيديكم ركزوا بشكل جيد وبرضو انتبهوا لصحتكم في ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن القمر بصير مقابلك تماما بدكوا تحذروا من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل طاقتكم ضعيفة وسهل استفزازك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتظل العاطفة قوية عندكم بتميلوا للتقارب ما بينكم وبين أحبائكم أو أبنائكم أم أو مبين برضو ممكن أنهم يتجاوبوا معكم ولكن بدك تنتبه أنه ما تفرض سلطي تاكي على أحباك ممكن تهتم بمسألة بتتعلق بأحد الأحبة وأحد الأبناء أو مسألة بتتعلق بصحة أحد الأحبة بإمكانك تمارس هواي اليوم أو حتى على المستوى العاطفي منتاز جدا ولكن ما تبالغ بحضوظك في ساعات المساء من ساعات المساء وما بعد بدكوا تنتبهوا لصحتكم انتبهوا برضو من المجازفات والمغامرات وحاول تتمم أعمالك عشان ما تضطر للعمل لوقت إضافي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء الأجواب بظل جيدة على مستوى البيت ممكن توطد العلاقة مع أفراد العائلة أو تهتم بالبيت بالعقار بالديكور ترتيب أو أمور تتعلق بالعقارات إجمالا بتكون اليوم عندك كثير نشاط في هذا المجال والمسائل العائلية بتكون لها يعني حضور كبير عندك يا صحة أحد الأحبة يا مسألة يا فرحة عائلية أما في ساعات المساء هنا بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم ولكن احذر من سوء تفاهم لأنه شوي بيغلب عليك طابع العنف والعصبية فبدك دير بالك أثناء التعامل مع الأحبة وخصوصا مع الأولاد برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بظل فيه نشاط والاتصالات والحوارات والنقاشات خلال اليوم لغاية ساعات المساء وعندك قدرة عالية على الإقناع والحوار والنقاش والتسويق حتى على المستوى العاطفي الطاقة ممتاز جدا ولكن في ساعات العصر وما بعد اللي بدي تقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما من ساعات المساء فهنا بتفضل الأجوال البيتية والعائلية ولكن حاول أنك ما تفتعل أي خلاف في المنزل أو مع أحد أفراد العائلة لأنه مزاجك حاد وبرضو ردات فعلك عنيفة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي هذا المكسب عادة من عمل إضافي أو مستردات هباد دعم حقوق لا إلك ولكن برضو في نوع من أنواع التركيز على وضع مالي معين ممكن دفعات أو فوتير أو ترتيب وضع مالي أهم شن الفترة هاي ما بينفع فيها اللي هي المغامرات المالية فاتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وخففوا من النفقات أما من ساعات المساء هنا بتكثر عنكم الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات وعلى المستوى العاطف الأجواء ممتازة وبتصير حيوية عالية جدا عندكم ولكن مزاجك شوي ممكن يكون عدواني وهذا الشيء يعني ممكن يسبب سوء تفاهم بدك تكون برضو حذر أثناء تنقلاتك أو قياتك للسيارة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم من لغاية ساعات المساء عندكم نشاط حيوية مع هيك حاول أنكم ما تبادروا العمل الجديد واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل الأجواء جيدة ودعم لألكم مزاجكم مستقر عندكم حيوية عالية مرغوبين من الجنس الآخر عاطفيا الأجواء جيدة في طاقة ممتازة في ساعات المساء تنهمكم في ضبط ميزانيتكم من المحتمل أنه يعاني البعض منكم لمشاكل أو نزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو الزوج لأسباب بتعود للمال عليك تجنب التبذير برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا ما رح يظل القمر موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء فعشان هيك بيظل التعب مسيطر عليكم تلاقي أنه الأمور مش ماشية مثل ما بدك الوضع الصحي متقلب ممكن بعضكم يعني يكون لمراجع على مؤسسات كبيرة أو مستشفى سجن أو يعني أي شيء بيتعلق بالشركات أو المؤسسات الكبيرة أو تقديم طلبات لهذا الموضوع ولكن ما تثقوا بأي وعد يقطع لكم لغاية ساعات المساء من ساعات المساء وما بعد هنا بتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود ولكن بيكون مزاجكم لسه ما استقر فعشان هيك بيكون شوية في عصبية قليلة الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم نزاعات مع محيطكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة